الله أحبار عيد جديد يحاول اليمنيون فيه أن يستحضروا بعض السعادة وأن يسترقوا لحظات من الهدوء والألفة مع أحبائهم ولو ليوم واحد يعظمون فيه شعائر الله عيد مليء بلوعة الاشتياق لمن تقطعت بهم السبل خارج الوطن أولئك المنفيون قسرا وعيد مليء بأحاديث السياسة والاقتصاد والأزمات والانقسامات عيد فيه كل شيء إلا الفرحة المكتملة عشرة أعوام تتزاحم المآسي والمآتم في حياة اليمنيين لكنهم ما زالوا يقامرون ويبتسمون إنه شيء من العناد وكثير من الاستسلام كثيرة هي الأمم والشعوب التي خذلتها النخب وأعادتها التحولات إلى الوراء لكنها نهضت تمسكت بحقها في الحياة وبالحرية وصنعت أقدارها فلماذا يواجه اليمنيون كل هذا الاستلاب بكثير من الرضا سؤال تحتاج الإجابة عنه لكثير من التفكير في لحظة عاطفية جمعية مثل لحظات العيد لماذا يؤمن اليمنيون كثيرا بفكرة المخلص وينتظروه بصبر طويل لماذا لا يخلص اليمنيون أنفسهم من هذه العذابات؟ إنه سؤال الإرادة الكامنة وبالموازات مع الذات وأسئلتها ومشاعرها يبدو أن مؤشرات الوضع العام تتجه نحو احتدام الصراع فالحكومة مصرة على استكمال إجراءاتها الاقتصادية الإصلاحية التي دشنها البنك المركزي في عدن رغم ما تواجهه من تحديات داخلية وعلى الطرف الآخر يهدد الحوثيون ببدء جولة جديدة من الصراع العسكري ويوجهون تهديداتهم للداخل والإقليم في هذا التوجه وعلى ما يبدو أن لا خيار أمامهم سوى الهروب إلى الأمام إنه الصراع وهو يأخذ دورته الطبيعية بكثير من الكلفة الإنسانية والأزمات فلماذا يرتضي اليمنيون أن يطول أمد الصراع؟ لماذا لا يكونون العامل المؤثر في حسمه لصالح الحياة الطبيعية والمستقبل الذي ما زال يرفض أن يحين؟